اشتركوا في القناة اشهر موقع تصميم بالعالم اللي هو الفريبك موقع الفريبك يحتوي على قوالب كثيرة جدا تصل الى ملايين القوالب واغلب هذه القوالب هي مجانية واحترافية في نفس الوقت لو جينا على جوجل وكتبنا فريبك رح تظهر عندنا نتائج بحث اول نتيجة بحث اللي هو freebek.com ندخل الى هذا الموقع وبالاعلى نضغط على فيكتور وطبعا مثل ما عرفنا انه الفيكتور هو يعني انه ملفات الاي بي اس او الاي او الالستريتر اي اي جيد بعد ما دخلنا الى ملفات الفيكتور نجي من اليمين فلتر نختار free حتى يظهرنه التصاميم المجانية وطبعا رح يظهرنه مجموعة من التصاميم البجانية بامكاننا انه نحملها بشكل مباشر وطبعا اكون محاضرة على قناة اليوتيوب رح خليكم الرابط بصندوق الوصف اللي هو شرح متكامل لهذا الموقع وكيفية التحميل على هذا الموقع طبعا ضروري انه نعمل حساب ونسوي تسجيل دخول حتى يسمح اننا نحمل اكثر من تصميم باليوم الواحد جيد نختار احد التصاميم اللي نشوفها مناسبة واني مثلا اختاريت هذا التصميم بعد ما اختاريت هذا التصميم بامكاني انه احمله من download طبعا بما انه اني حسابي مدفوع انتو ممكن تلقون download باللون الاخضر باعتبار انه الحساب عادي فراح اجي اضغط على download وانتظر الى ان يتم التحميل اذا لاحظ انه تم تحميل الملف اذا لاحظ انه جاري تحميل الملف ننتظر الى ان يتم تحميل هذا الملف طبعا بعد ما تم تحميل الملف ممكن نضغط هنا اكل ايمن وعرض في المجلد طبعا نفك الضغط عن هذا المجلد نختار هذا الجزء وطبعا نجي الى الفولدر اللي فكنا نضغط عنه ممكن انه view بهذا الشكل راح يكون عندنا اي بي اس مثل ما اللاحظ وممكن عندنا اي اي في البداية لا بأس انه نختار اي جزء الاي بي اس او الاي اي راح اجي اضغط double click على الاي بي اس راح يفتحنا في برنامج illustrator طيب بعد ما فتح عندنا هذا التصميم راح تطلع عندنا هذا الرسالة انه اكبر شكلة عندنا بالفوند ممكن cancel وايضا نclose طبعا نصغر العرض بهذا الشكل ممتاز ممكن نهذف هذا المحتوى حتى نضيف الناس العربي طبعا نجي الى قائمة layers هذه قائمة layers نضغط عليها وعدنا هنا بجزء الاسفل مجموعة وبجزء الاعلى مجموعة طيب الجزء الاسفل اللي هو عدنا ال background اذا نجي نخفيه نلاحظ انه ال background وهذا الجزء اللي النصوص بيه الاعلى موجود بهذه المنطقة بيمكننا نحذفه بشكل مباشر وايضا بيمكننا نحذف الأجزاء مثل ما تعلمنا بـ layers و sub layers بيه المحاضرات السابقة ونحذف الجزء اللي احنا نشوفه غير مناسب يعني مثلا ممكن نخلي هذه الايكونات اللي بالاسفل ونحذف هذا الجزء فقط طبعا ايضا بيمكننا نجرب من خلال نضغط على هذا الايكونا بهذا الشكل وراح نلاحظ انه هذا الجزء اللي هو او بيمكننا انه نخفيه فاذن هو هذا الجزء نفسه فنحدده نضغط عليه هنا نكليك وطبعا delete ممتاز جيد الان ممكن نغير باماكن الايكونات ممكن نخلي الايكونات على اليمين او ممكن نبقيها على اليسار وننزلها بالاسفل طيب ممكن نجي نحدد هذا الجزء وطبعا نخليه هنا بهذه المنطقة طبعا لا ننسى هنا نختار اداة الـ selection وليس اداة الـ direct selection جيد ممكن طبعا نجي الى الـ text ونغير هنا الـ instagram ممكن راح اخلي المعرف الخاص بيه اللي هو راح يكون بي اتش دابل اي دابل او بي طبعا ممكن نغير الفونت نختار الفونت اللي احنا نشوفه مناسب ولكن هذا الفونت نغير مدعم فممكن نختار فونت اخر مدعم مدعم لا بس ممكن هذا الفونت ممكن نخليه بهذه المنطقة جيد ممكن ايضا فيسبوك ممكن نخلي المعرف الخاص الفونت اللي اختارنا سابقا اللي هو هذا وطبعا ايضا راح نخليه هنا قريب على الفيسبوك طبعا لا بأس انه يكون ان كلهم قريبات يعني اذا اجد غضبه اللي اكليك هنا حتى ادخل لي الـ sublayers الخاص مثل ما تعلمنا بها المحاضرات السابقة ممكن يكون بهذا الشكل وهنا طبعا تويتر ايضا ممكن نخليه المعرف الخاص بنا ممكن هذا معرف لتويتر وطبعا نختار ايضا الفونت اللي اختارنا طبعا ممكن نصعد الى الاعلى راح نلقى بالبداية باعتبار انه يعتبره من المفضلات اللي نستخدمنا كذا مرة جيد الان حتى نتعامل نضغط double click هنا حتى نجي الى sublayers مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة ممتاز جدا ممكن هنا اضغط click ونكبر الحجم بهذه الطريقة الان ممكن هنا نضيف الشعار وممكن طبعا نضيف التفاصيل مثلا ممكن نضيف نص ونشوف يستقبل القالب عربي لو لا نكتب مثلا عالم نغير الى font يقبل العربي مثلا ممكن ادوبي ارابيك وممكن نختار نص عربي نكتب عالم بها الاحترافي نكبر حجم الخط نختار مثلا 72 وممكن طبعا نختار font مثلا ممكن font الحرة ونقلل بهذا الشكل من النص طبعا التصميم بلستريتر ممتع جدا وجميل ومشابه للفوتوشوب ممكن نختار حجم الخط مثلا احمر وطبعا ايضا ممكن نختار تدرج ممكن نختار هذا اللون ايضا يضطينا تنسيق جميل طبعا ايضا ممكن هنا نضيف نص ونكتب منصة عربية او تعليمية عربية تهتم بتعليم برامج الحاسوب مجانا طبعا ممكن نختار font اخر مثلا ممكن font الجزيرة ممكن نختار احد الخطوط اللي نشوفها مناسبة ممكن هذا الخط او ممكن نختار خط اجمل مثلا ممكن بنسبورد نقلل النص بهذا الشكل جيد طبعا ممكن نضيف الشعار الخاص بالمنصة بهذه المنطقة طبعا كيفية اضافة الشعار من file place طبعا ممكن يكون هذا الشعار ممكن نستخدمه بالتصميم بالتصميم لاحظ انه اصبح عندنا تصميم جميل وانيق طبعا ممكن انه هذه المعلومات تصعد بهذه المنطقة وايضا ممكن تكبر اصبح هذا التصميم متكامل وبسيط وطبعا حصلنا عليه بشكل مجاني مع اضافة اللمسات البسيطة على برنامج illustrator طبعا بمكاننا نصدر على شكل صورة او بمكاننا نصدر على pdf من export وايكسبورت as وطبعا نختار مثلا دستكتوب وجي بي جي وممكن نسميه هنا اعلان وطبعا export اعتبر ان هذه النافذة نظام الالوان RGB او CMYK حسب طرق العرض ومن ثم اوكي ننتظر الان يتم تصدير الملف جيد الان نشاهد انه هذا هو عندنا الملف تم تصديره بنجاح نشاهد الاعلان اعلان جميل وبسيط في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى